حكاية مهمة جدا من النادي الاهلي محمد الشناوي هيمشي من الاهلي ولا مش هيمشي من الاهلي هحكي لك الحكاية بالتفاصيل بالكواليس بكل شيء حابب تعرفه بكل شيء عايز انت تعرفه محمد الشناوي عنده عرض من السعودية العرض ده اللي جاي لمحمد الشناوي من السعودية هو عرض من النادي السعودي لمحمد الشناوي يعني كان لهم محمد الشناوي ها ايه رأيك تنضم لينا موافق ولا مش موافق فالشناوي موافق العرض للمحمد الشناوي في الموسم الواحد هيبقى من 80 ل 90 مليون جنيه مصري طبعا مش هتدفعوا بالمصري بس التأدير هيبقى من 80 ل 90 مليون جنيه مصري محمد الشناوي تحدث مع مسؤول النادي الاهلي وطلب منهم انهم يشوفوا رأي الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب ادى لمحمد الشناوي رأيه انت راجل ادت للفريق كتير مقدرينك جدا يهمينا طبعا انك تبقى موجود بس ما فيش مانع نسمع العرض الرسمي من النادي السعودي يعني ادينا عرض رسمي ما يبقاش مجرد كلام شفاي ادينا عرض رسمي ونتناقش فيه العرض هيبقى مغري لللاعب غالبا وايضا مغري للنادي الاهلي والنادي الاهلي يرحب من حيث المبدأ انه يسمع العرض اللي جاي للشناوي في اوقات اخرى الاهلي كان يرفض اصلا مناقشة رحيل الشناوي يعني ما تبعت ليش عرض اصلا هتبعتولي مليون بخمسة بستة بعشرة الشناوي مش هيمشي دلوقتي الاهلي مستعدوا ان يسمع بس يشوف العرض الرسمي الاول دي حكاية الشناوي طيب حكاية الشناوي دي مرتبطة بحكاية اخرى وهي علي لطفي علي لطفي مارسل كولر مقتنع او موافق او مرحب برحيل علي لطفي عن الفريق تمام بكز معاي مارسل كولر مرحب جدا بفكرة رحيل علي لطفي عن الفريق يعني لما قالوله ايه رأيك علي لطفي يمشي من الفريق موافق ولا قالوهم ما عنديش مانا مش انه هو حارس سيء ولكن يعني لو مش مش هتبقى قزمة كبيرة فموافق انه يمشي بس برضو مارسل كولر طلب انه مايبقاش الشناوي علي لطفي مع بعض يعني ايه؟ يعني لو هتبيع الشناوي سيب لي علي لطفي لو الشناوي بكمل انا موافق ان علي لطفي يرحل عن الفريق وانتوا عارفين وانت رحلاتكم قبل كده ان علي لطفي عنده عرض قوي جدا من نادي زد الصاعد حديثا الى الدوري المصري الممتاز وعلي لطفي فعلا قريب جدا من الرحيل عن النادي الاهلي بس ده يتوقف على موقف محمد الشناوي رحل محمد الشناوي عن النادي الاهلي سيبقى علي لطفي بقى محمد الشناوي في النادي الاهلي سيرحل علي لطفي ببساطة شديد حكاية حراس المرمى بتاعت النادي الاهلي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي محمد الشناوي عنده عرض شفهي من نادي سعودي كبير العرض ده محمد الشناوي هيحصل فيه بالمصر على 80 او 90 مليون جنيه في الموسم الواحد النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب نفسه رئيس النادي الاهلي طلب انه محمد الشناوي او النادي السعودي ده يبعد عرض رسمي للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي ينظر في هذا العرض تقديرا لمحمد الشناوي ما قدمه للنادي الاهلي على مدار المواسم الماضية حتى الآن فيش عرض رسمي ولكن في عرض مباشر لمحمد الشيناوي وتقال له بشكل شافي الأيام اللي جاية ممكن يبقى في عرض رسمي طيب